مع أمين جلنزا مرحبا كما تسمع في سبور ماكس مع أمين جلنزا من المثلثة للخمسة أشكر معكم أمين جلنزا في الميكرو وأمين السعيدي في الخراج قيس وويسام في الإعداد صوفيان وإلواء إيمان في الإيفام تيفي ويحضر معي كالعادة نفس الفريق رمز الأناقة بألوان الإيفام الألوان الزرقاء نجم الملاعب والإعلام الرياضي ولقب بكيكو في النورفيج متحصلة على أعلى درجات التدريب في القارة الإثريقية خازمو اللي مرحبا مرحبا بسامة طارق طوينا فرحان بيك هكا وانتي مكش فرحان بي عليه هكا يا خال ديما أقول لك رو ما دام جايينك رانا فرحانين بيك على الأخر وزدنا فرحنا بيك مشي تجيبت الكوبدة فريق متاع أنا كنت خايف عليك رو اللقب الثاني رو في مسير ترا أنا كنت خايف عليك لا قدر الله ما تعزدت الكوبدة بيك كذيك رو بش اسنتي القضية ما الحمد لله والله فرحت لك فرحت لك الحمد لله اللقب الثاني بعد الفين وسبعتاش خدمتو دقاج وسكازات اللي هنا في تونس في قاعد لا الفين وسبعتين لم نعرفوك شا الفين وواحد وعشرين من كيغالي من رواندا القاعد الجميلة برشا تعرفت هو جو غياليس خالب اللي أنا عشت مومان إستوريك في كيغالي في رواندا اللي متى ذو ما مالي بركة نتفرش في التصور في فيديوهات صح عليك صح عليك هم كل الفولي زادة كيف كيف في ضرف عشرة أيام روحنا ببدو تيتر في البسكيت وفي الفولي هيمنة وسيطرة على المستوى الافريقي منتخب كورتسالة منتخب الكورتاير إن شاء الله منتخب كورت القدم عليش ليه في كان الكامرون الفين واثين وعشرين قطب الاعلام ميسي صحافة المكتوبة والبلاتويت الرياضية تارق العسادي مرحبا رحبا بيك مي مركب خالد ووسامة ومحمد الغايب علينا وكل مستمعي ومشاهدي إيافان وإن شاء الله عام خير من اليوم يسبقوا وإن شاء الله نكونوا في مستوى الرسالة إن شاء الله ديما متقلقين نسيت ساعة أنك أنت نجم الجنوب في مدنين بامتياز في منطقة الجرف يسمع فينا الشباب غادي يسمع فينا أن يسألوا على خالد يسألوا على وسامة صرتوه وسامة عنده شعبية كبيرة برشة مصحابي الكلابسية نعم تصوروا كل في فيسبوك في جربة مرحة واحدة في مدنين تحية 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 المستمعين كل في الجنوب سواء في مدنين سواء في جربة وكامل مدن الجنوب صاحب الساقة اليسرى السحرية الفنان يدخل عالم التمثيل بامتياز البتشينو العالم العربي وسامة السلامي مرحبا مرحبا أمين وخالد وطارق مرحبا نس كل الجمهور والناس اللي تسمع وكام مليك وحشة يا سيو سامة يا ربي فضلك سيو سامة رابط مع الوالد ما شاء الله نهار كلهما مع بعضهم يتاك تقول يمنعرش فيش يتاك تقول اخذيت اخبارك الكل اخذيت كل شيء ما نحبش نقول تاو مش نعطي لمحة لكونت تحب جمعية ومبعد بدلت وليت جمعية اخرى هذا الكل تاو نحكيه فيه مزال عام طويل كما سام واليتو يعني نبدل نبدل جمعيات لا لا ما عنديش مش كيمة زلطان الثانية شديد فائزة لا لا ولا لا كل ما نبدل جاء باش نو حكيت التمثيل لا مش تمثيل اليوم اليوم ساعة فرحان برشة اللي كنت برميه دي الجند اليوم في النادي الافريقي اللي صارت بانمان باش تكون حاجة بريمان حاجة برو عالاخر ميكرويت بالليلوليد وإن شاء الله بانتو بشوفوها اوكا شنو شكون الملي الجند حاضرين معاك برش برش سامين اعطيني 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 زوزاسيب ماغير من سامين مي برشة كمتا يعني فامة في الهون في الباسكيت في الفوت هاكم شوفو في السوار متابعين وصيما السلامي في السيارة في اخيراء لا لا اذا يتابع الابون مون شنو الكره باو ساما ديك شنو الكره والله يمكن يجو يذول يمكن يجو لانسيان اي 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 حلوة ياسر السيارة نتظروا فيلم على مسيرة اسامة السلامية سواب معانادي الفريقية والملعب التونسي لا يوفر فيسا انا ملعبت بارسة في العام نلعب اربعة طراحة يعني يوفر فيسا اه هو قال ما قلت شايرا انا قلت ماشكم خيرا هاكم تتفرجوا في السوار اسامة السلامي في تجربة تلفزية في تجربة تمثيلية اه جدينا هنا ناجم نوالي ممثل ولا والله يشوف انتي دي جاك تمثل علينا هنا يعني من نرمال موت ناجم اموركم مواضحة باي البداية باخبار الكورة في تونس بالتحديد اخبار السوبر التونسي هذه فوت بوانتين فوت بوانتين بداية بالسوبر تونسي كما قلنا بين التراجي رادي تونسي بطل الموسم الفارت والنادي سفيقسي سحب كأس صالح بن يوسف النهائي بطبيعة وقيمة في جزيرة جربة بين نادي سفيقسي وقتها والنادي الفريق قبل ما نحكيه على الكورة تارق وحضوظ الفريقين والامور الفنية وكل ما يخص التراجي والنادي السفيقسي تقريبا اول مرة منذ سنوات يتلعب بالسوبر خلينا نقوله في الموعد المحدد لي يعني قبل بداية الموسم كي مساير يعني في البطولات الأوروبية لكن يجي بعد أسبوع من سوبر آخر متاع موسم الفين وتسعتاش الفين وعشرين اللي كان في بداية الموسم اللي فات فما ترجل لثلاثين جوان فرصة باش نهنيو الاتحاد المونستيري وهيئة الاتحاد المونستيري اللي خدمة أبارم لعبية بعد ما ندخلو في التارجي و سي اس اس خدمة خدمة حلوة سرتو نعف ونحن المسؤول على الفرع أنيس المستيري ولا هيئة أحمد البلي عملو كاليفيكاسيون تعمل لعبية في ثلاثة أيام تاقف بالمساويات تاكتيكية هذيك المحترم جده كونتر التارجي وترجع في الماتش منهض موش حق الاتحاد المونستيري نباركولو الماتش هذي صحيح اليوم نحكيه و سرتوه به على الأقل هذي مش نكون واضحين نحن نقض نقبل أنه هو دي ما يصير في وسط الموسم صارت برشا مشاكل العقد مع الشركة الرائية ليخذيت السوبر باش يتلعب تلاثة سنوات على التوالي في قتر تلعب ماتش التارجي وقتها و نادي البنزارتي ما كانش نادي البنزارتي هو بشعب كان نادي الفريخي وقت اخذيه ما كانو نادي البنزارتي و نتلعب في قتر بل اليوم نشده عليدينا الجامعة على أقل في النظام لكن ما بلغنا إلى حد الآن فما إشكال بتاع بالتلبس إن شاء الله يتحل في الساعتين هذوما اللي ما زروا عن الماتش لكن حاجة ما تفرحش إنه مش نشوف معنا الماتش بش يكونوا محرومين منه في القناة الوطنية صحيح ثم قانون عرضوا طلبوا لنعرفوا اللي هي جامعة مهيش جامعية خيرية بش يعطي الماتش بلاش لكن الرافية نوع من الابتزاز إنه كل يوم تجي قبل مع تثمات الماتش على ما يبدو أن الأمور لن تحلوا مهوش مش تعد الماتش على التلفزة الوطنية سيكون على الكيس فقط قناة الكيس الدوري والكيس القطرية بعد شوية تو نحكيو باكتر ديتاي على المشكل هذا بين التلفزة وجامعة توسيلي كورة القدم لك خاننا بدايو نحكيو على الترفين التراجر دي تونسي ونديس في خسن نبدايو خالد معاك بالتراجي طرف الأول من السوبر التراجي حامل لقب يلعب من أجل السادسة في تاريخه على مستوى السوبر الشارع الرياضي خالد تعود بيوجود التراجي كترف في السوبر في سنوات الأخيرة دايما موجود التراجي بالتراجي قاعدي السنوات الأخرانية ثلاثة ولا ربعة بطولات وربعة عدم دايما كيما كان يحكي طارق ممكن هذا الموسم الثالث على التوالي بشراوه السوبر كوب خطر فيما عوامة قصت فيه الكمبيتسيون هذي ناوك راجعت تراجي خسر الأسبوع الفارض مع الاتحاد المنستيري اليوم بشرقه روحوا زادا خدام امتحان آخر كبير سورتون بعض الهزيمة متاع مستيري اللي ولا فما ضغط فما ضغط على الاكسوس وعال يتارفاني جدير يتارفاني سورتو عال الملاعبية مال الفرق الكبير هذيك القدر نتيح منه كل أسبوع مطالب باش يلعب ويربح نفس الشي ينادي رادي سفيقسي اللي اللي الموسم الفارض تكمل كما يلزم الموسم بتاعه فيز بالكيس يلقى روحوا زادا أول للموسم في كمبيتسيون اللي مهمة حبوا لناك اليوم انك تبدأ الموسم بتاعك بلاقب حاجة مهمة يسر للمورال متاع الناس الكل متاع الإطار الفني منه ومنه سورتوه اللي هما إطارات فنية جديدة مهم يسر ممكن كيم أخطلك الضغط أكثر كتاء الاسبرانس على خاطر دجا اخسر واحدة لأسبوع الفارض ان شاء الله الروماتش في مستوى للعراق متاع الزوز نوادي هذو ما اسامة بالنسبة للنادي رادي اسفيقس هي نفس الشي يعني عام التالي لعب مباراة السوبر كان ذد نفس الادفيرسير يو ترجل تونس يخسر بيء ضربات الجزء صحيح كما قالوا الولاد المباراة بو مش تكون اليوم منتصورش أنا بس تكون فيها برشة فرجة فيه و العام و برشة شارج متاع خدمة اسفيقس عند روفانش ذولي زيما بو مش يلزم لكن كما قلت تابع ثقري للمباراة بما نخسر الماتش السوبر الموصل فارض صحيح تعمل فما روفانش في الماتش لكن ديما نقول اللي ان شاء الله الماتش هوات هذو ما سورتو تعاو العام ما ما يخرجوش ببكتر إذا ما تكون فيما دي بلاسيور صورتو خاطر ما كتعرف الفرزان نتاع البرباراسيون واحد شوفنا حتى المباراة اللي فاتت تعال السوبر كانت صورتو دزامة تان كان باين نتعب على بعض بعض اللاعبين نتصور صورتو دزامة ما كان عنا نحنا هذو ما معنا تشوفهم في الأوروبية كورو عادي جدا لا تعب لحد شايش ما كان عنا نحنا بداية موسم والسقين الرزينة والريت ما فاماش عليش كان عنا نحنا لا اخرى أولاksi度 عنๆ كان ترافق كما اليوم تتوقع قديقة سخانة عند ساعتين ثلاثة سوياة ع laughs 30-35 ما زى السخانة ولا ترنيت الزاء يالباراسين وأراد 아니ستير المستير يعام بك تتعرف العا Hawai's kuluzان كيفياش يعاني الذكروا منهم بالرقة وذلك كاذا كيفياش يخدم ك TangTrendaar كيفش يخدم ale طبقي ك lynجم ي legendار صلوقا نورمال مواطflowing نجيم يحكي كثير منيانا أقول لك مثلا أنا نعم بريباريسيوم يحضروني بعد ستة سبعة مات شوات جوارات شد ريتم فما الجامعيات اللي عمل لك بريباريسيوم بتاع بش يقدم زو سلسة طرح لولانين بش يتهنن فمتع كل واحد اللي في بلزو في بتاع كل واحد امكانياته زادة على مستوى الجامعية والفريق اللي يخدم فيه فاصل صغير وراجعين مازلنا موصلين في حديثنا على مباراة السوبر 29 دقيقة على ياثم هذه سبور ماكس نحكيه على السوبر التونسي بين التراجي والنادي السفيقسي خالد كنت حكيت قبلة على نوع من الضغط على ملعبية التراجي بما أن الفريق خسرت ضد الجحاد المنستيري مباراة السوبر لأسبوع الفارد ممدى تأثير هذه الخسارة على ماتش اليوم خالد على الملعبية من ناحية الضغط من ناحية زادة ربما الفورما بدنيا ملعبية التراجي كانوا خاضوا ربما بعض التحضيرات اللي كانت قاسية سمعنا برشة حديث على قومين خمسة عصباح ونطريمو ثلاثة مرات في النهار إصابات عديدة وفشفوف التراجي للتونسي منقوص الفريق من بعض الملعبية ممدى تأثير الخسارة على الاتحاد المنستيري لا كما قلت لك الضغط بشيكون موجود على التراجي وهذي حاجة عادية راب نفس الشي راب حتى نادي رادي سفيقسي نعرف حتى نادي رادي سفيقسي جمورو اكزيجان ويلعب على التيتر قولكم ماذا بينا نربح وعمدي الامكانيات زادة بشي ربح نحكيه على التراجي نادي رادي سفيقسي صحيح غادروه بعض اللاعبين لكن دي ما يقعد فريق اللي كيتحطوه في الفينال يجيب معنده وينجم يربح الماتش دونك اليوم ما حاس براي ما فماش اسباقية الفريق على فريق عليش على خاطر دجا خارجين زوز يعني 50-50 اذاك الاكيد تبقى زوز خارجين من بريباريسيون زوز كما قلنا الشانجمان متاع الزنترنور كل مو تدربوا الفكر متاعوا اكيد موش التودسويت باش اللومور تمشي بوتاتر ناس معنا للتراجي راضي غير لطريقة اللعب ولا لغير التكتيك متاع الرسم التكتيك متاع الفريق اليوم بوتاتر الرأو رسم جديد بملاعبية جددوا اول مرة دونك اليوم فما فما جزئيات اللي نجموه تنوفنا اللامحة كمتاع ثلاثة مدافعين في اللاكس رينا هيا اي صحيح هذاك فما برشة كلام نحقيقة من ناحية هذي لكن بعض علميدان فما فما جزئيات اللي احنا ما نجموش نتوقعوه بالضبط على الميدان شنوني مامشيش في الماتش اللي في ذات الاتحاد المونستيري حاسب رايك انتي كفاني شنوني مامشيش بنسبة التراجي اي او شي لازم نعدي وحق الاتحاد المونستيري اللي كان فريق في مستوى باهي ريناه على المستوى البدني فريق اللعب حتى لتسعين دقيقة ما تقلقش الرسم التكتيكي متاعه وكان واضح بالاربعة ثنية تلاثة واحد فالدوزين متان فهم موراد العقبي اللي الترجيب بوتاتر على المستوى البدني ما هوش اوبوان ضغطوا فاك الكورة عالي لعب في خرماتش عليك اوضا مشكل بدني يعني لشكل للترجي لذي تونسي النجم يكون جاهزية متاع الاتحاد عايش قد دي ما شوف الادفرسير يعني على المستوى البدني مدام الاتحاد المونستيري جاهز اكثر يعني المشكل بدني في الترجي نجم يكون مش مقبول هذا الفريق كما الترجي ايه لا اكيده ومدام يلعب في نهائي لجمهوري قولك رجم نروح لكن المدرب بتاتر عنده التفكير المتاعه كما قالوا سيما ممكن هذا الخدمة اللي خدمها اراضي مش تعطي الثمار متاحها على قدام لكن مهمش دازيك اسكيز على خاطر اليوم الجمهور قولك ده لعب في على تيتر لازم نهزهم همنيش يعني الجايزة البدنية موجودة ولا ليه هادهو مجزئيات نفس الشي نجم يتعاود اليوم فما مجزئيات اسكو بش نشوفهم بعض اسكو الترجي حضر كوميلفو للماتش هذين بعض الماتش الفينال المتاع الجمع اللي فيت وانا 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 اسكو حاضر وإلا ليه تاو اليوم اليوم نجمو نفهم نجيبه بعض اربعة سوية من بعض اربعة سوية نجمو نفهم اسكو الترجي ديجا لبريبراسيون بتاعه قاعدة يعني اشتعت الثمار متاحها أكور لونغ تير مو إلا ليه ونفس الشي اللي ندري هذا اسكو اللي حزب هكا سمسمعت شوية تحذيرات بيعه كانت بايزة دلعب لسبوع الفارد مادانه ضد نجم ريدي الصيح لمقابل او داي تاو كل فريق عنده الزهاتو بتاعه عنده لازم وتاعه عنده تحذير وتاعه عنده تحذير متاعو عنده تمام خاطر الاتحاد المونستيري لسبوع الفارد في أول ماتش الترجي كان خير دوميناه فيزيكما كان من المستيخي دونكله هنا زادا لحسابه متاع المدربه واختاش باش يستنزب القوة متاع الملاعبين واختاش باش يعمل يشانجمون بتاعه جيستيان متاع الماتش متاع الاتحاد منستيري كان خير ببرشة من الترجي الأسبوع الفارت وهذا كمالي بوالي عطاها الانتصار مواصلين في حديث عن الترجي وسلم ببرشة انتقادات الحمدو الهوني عبد القادر باتران اللي تسبب في هدف بو كليم على انه فما مخالفة موجودة لكن عط قادر بدران تسبب في هدف معنا تحبه لا تكلم مش وحده مش وحده راو فراب بره مدي سبيت يعني يا ملكورة تفكت تشكوت يا لو اخي تفكت غاديك فريتو زادا مو فما غارديان يعني الخطأ مشترك بين بدران ولو الحارس مواصب الشريفية مش كل واحد يخب حق بو صحيح الاخر وريالمان فماش فوت قطنا احنا استنسنا في تونس دوبة تمسوا يتيح زافر فوت اما هي ريالمان فماش فوت يعني مشت دوية العادي يخدي كورة زادا الفراب راو كنت شوفه بن شريفية بو مانيش علامة متاع كاج لكن حتى مام تعمل البلونجون يديم مش خارجه عالبار فمتن يعني اعمل البلونجون تشوفت يعني كورة عدت وما انا الراه مزوف وانتي من احسن الدولير معتن فياش مجهود من حسين التقاه صعب عليه برشة دوش فماش فشوف هو راو معروفة في العالم يخرج ملكاج جمع فمتن عنده قصة ايه ما بيت نسلك على الميريد متاع اتقال ايه هو دجا الميريد دجاك اخذي الديسيزيون خاطر فما برش على جوارات في تونس خوافة يعني ما يخوش الانيسياتيب بشيشوت يقولك انا فمتن بو ادي ايه راي راو في البونتو ما اقولش بيه حمدو الهوني حمدو الهوني كي ما قوتك راو فريباراسيون انا حمدو الهوني جاء وقت كان في وقت من الوقات يعني يعني يعمل ديفيرينسة ما نجم يكون توداكو معاش يعرف فمتن نجم يكون بريباراسيون نجم يكون زادا راو ما ننساوي شيء تراجير فما لعبين اللي جدد في اللي فكتيف وفما وبالكش السيد ما 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 يحملش بريسيون فمتن كان معاها يعني دي جوار دي كادر اليوم القاروح وهو برميلة كادر فمتن نجم يكون اكاكاكا هل الهوني تعتبر انتي هو الليدور هو قائد التراجي هجومين لا تكنيكما يمكن نجم يكون لا نجم يكون الليدور نعم خال شوف بالنسبة للهوني مزال ما تعداش الباليوم تعل هو الليدور دي كيب ما معناها؟ الليدور على مستوى الشخصية في الميدان وعلى مستوى زادة جبال الأطراح التوام زال الهوني سامحني نقص عليك دي ما فهم مقارنات معاه ومع يوسف البليل وعليش الناس تقارب الليدور على خطك ماركالك في فينال جاب لك ألقاب الهوني رغم اللي عنده امكانيات فنية كبيرة التوام زال ما تعداش الباليها ديك اللي هو اللي بتعمل عليه وقت اللي كيب فارا واقفة كان يوسف المساكني قبل كان في كل نادي كان فما ملاعبي يطلع في جنراسيوة معاينة وقت اللي تبلد دينامساكرا هو اللي يعطيك الحلول هدوما الملعبية المميزين الملعبية الأخرين الهوني رغم اللي عنده امكانيات لكن ماذا ما تعداش الباليها دي نادي رادي سفيق سي تارق بفكر جديد مدرب تالي جوفاني سوليناس ممش برشا المدربين اللي يجيو التونس منذ وقت ماركو سيموني ذو اللي اول مدرب تالي اللي اول مدرب تالي بعد ماركو سيموني مايفريدي في التارجي ستة ونصعين يعني رغم انه مدرسة كلاسيكية ونحن توانسا متابعين لهذه لكن ممكو نحن نبيل وقت سيموني ما خليش بصمة به حتى مايفريدي ماتش خسر ثلاثة كونترولي توار مع التارجي وروح الماتش يبقى انه اليوم سوليناس في حد ذاته في محل مسالة يعني من الغريب انا اذا شوفها اتصالية فما فخ في كلامه اللي قال انه مانيش انا فابوري على التارجي اللي هو اقوى فريق تونسي هذي جمهور الناديس فاقسي مقبلهاش انا تذكرني امينة ذي اي هو هو سمحني هو تكتيك هذي تعملي حتى البر بش تتنقص على روح تدخل تدخل كاوتسايدر برشا صحابي من حباسي اساس انه قالوا انه كان برشا في سيميس حتى في البربارسيون اما كان بعد كان بعد مثلا سولينا سي هذي اللقبتو انا صنفه فخ لانه ما فما حتى مدرب اليوم على ماتش ميحبش هذي تيتر اخاصة انه التارجي عنده ذكره سيئة بالنوع التصريحات هذوما كانت تذكر مع اسكار فيلوني وقته مع الرجال البيضاوي قال انه نلعب كونتر متخب تونس وقته تلال قاركوري ملعبية صغر وربحه التارجي في النهاية الشهية من الجهة المقابلة زاده فما تصريح غريب جدا من الرضيج عايدة اللي يقول انه اليوم ضمه ما تشويت بتاع البربارسيون اللي هو يناقض روحه في ستاج جربة واختجاب عيسام جمعة في الوتيل في جربة ومحمد العروسي ببرباراتير مونتال وقته قال انه تارجي حتى ما فترحش كوبة ما تقبلش الاخسارة اليوم انت تناقض روحك يجب تعترف زاده رضيج عايدة لانه عندك دقاء وعندك خسائر فنية خلت اتحاد مناسيري ينتصر مش بالطريقة هذية تبرر مع نوع من التقزيم للملعبية قد يكون هو يهزف الضغط على الملعبية جوفاني سوليناس وديما نقول ان النادي سفاقس يراه فريق يعرف اتعامل جيدا مع متشويت متاع الكوب ولا متشويت اقصائية نتذكر عملوه الناس كل حتى اليتوال فوري وكان تعب ليتواله بعد اثنين اثنين ربح النادي الافريقى ولو انه معناتها بضربات الجزائي لكن التيتر تقايد كيف كيف عملوه زادة فينا الكوب كونتر اليتوال نادي سفاقس يعرف اتعامل تمليح مع هذية وقد تكون حبش مبالغ اما قد تكون مقابلة مصيرية الاجعادي ولا المدرب نادي سفاقس لانه اي خسارة الواحد منهم باش تقلقوا برشة في بداية الموسم هذية تعتبر انو ادارة سي اس اس والادارة تاراجي في حال خسارة السوبر تناشت ناحية مدربة بتباعة معناش نادي لغة المشروع على عامين والثلاثة انا انا اكدلك لا وديجا انو بديتشوف انو فما برشة خدمة وضغط حتى في الباجت فيس بوك وفما عباد حتى مدربين مختصة انت في باجت فيس بوك لا انا منش هادمين اخوي اما نعطيك انا نبض الشارع عشنو موجود انا في التاراجي ولا في اسفاقس ليش عندك باش تخدم بيها زيلا ليش راني سبيتك انت الاول عليها اخوي امورك وار حفلت ومش امورنا امورك انتي وار حبارك انا منش مع ياسر مع طارق اللي الماتش متاع اليوم مناجم يكون في شانجمان امورك هو التيتر مهم تحب ولا تكرر صرتو الترجم بعض الاخسارة اجا في ماتش اليوم ترجم اخسارش الماتش اللي فات واليوم شلعب اول ماتش في السيزان بو تيتر ما شكونش فما ضغط كبير فهمت لكن زيدا باش ما نكونوش زيدا قاسي زيدا الناس اللي تسير ما نكونش زيدا قاسي على مدرر ما زلت كعتيتو افكتيف جديد كنا نحكي على السيس اس و الاسبرانس فهمت في اول ماتش في السيزان يخسر تنحيه لو اننا رينا حاجات تطورين بعض الغرايب احنا في مباريات والدايق لا اما كمم فهم اليماتش متاع النوادي الكبيرة الحقيقة ما نصورش اي فريق فيهم باش يبدل المدرر وخاطر ما هيش لوجيك الحكاية يعطيه الى الوقت متاع ويختم يحط افكاره وماش فين جمعة اثنين وثلاثة هرى وليزم شوية صبر وزينا من الفيسبوك ومن المتركاج هرى وخاطر الفيسبوك مش ناس كل راو كونتر ومش ناس كل بوت كيصير متركاج ولي تفهم ولي تشك عليش خاطر ما هيش لوجيك انك تنحي مدر بعد مباراة او حتى كان فينال في اول الموصب كان جاي يعطيه وقته وخسر حاج اخرى على ذكر الفيسبوك اسمك تترح على رأس فريق من فرق الرابطة الاولى لي متى ذوما للاخير اسمك تترح حسب الفيسبوك فما عارض رسمي ولا جايك انت عارض رسمي ولا لكن هو جاي ذو اللي عارض رسمي لكن خير انه يبقى في فريق سبور ماكس ها نحكي وسام على المتدبين الجدد للنادي النادي سفيقش تم تأهيلهم العراقي الحسين علي حازم الحاج حسن ثنية جزيرة مليك رايح وهيشام الناقاش الليبي محمد عيات لسامي ذوما حقيقة مهم معروفين فما اسمعي جاكي تي لما تم تأهيله في انتظار فسخ مليك ايبونا جاكي تي نعرفوه ريني في البطولة التونسية مع أكثر من فريق حازم الحاج حسن نعرفوه الباقي غير معروفين حسن والله يشوف هو من قبل النادي سفيقش اللي سيروا الكل عندهم عين ويظل الامبيانس اللي في سفيقش ساعة سورتوه لجان هذو ما ما عندهمش اسم كبير نقوله نتصور نتصور مدام جاوا للنادي سفيقش فما نستبعوا وعلى رأسهم رئيس النادي اللي معروف اللي يعني طلع في الليجان مغروم نتصور بالمناسبة مناولوا شي في العاش الحمد لله الحمد لله أنا نقول اللي أشوف رأوا كل شي سوى لدوم الأجانب اللي جاوا سوى أولاد السياس تبدأ الأمور الواضحة ومادية والجمعية تبدأ مستقرة الأمور المادية في تونس حتى فريق فريق ولا زوزة كبير أمور المنمم يعني ناسا موات تعيش بكرامة مش آه واحد نرجع المشاكل موات مش خرجوهم الدار و الأخر كذي و الآخر سوق في لواج و الآخر ها 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 فم ثلاثة مليارات دخلت من ما قلت لك أنا تبدأ المنممم موجود تارق و تبدأ ونا نتصوره إذا تعمل ديبار به في شامبيونه مع جواري تجدد وماكتعرف فماش ديكادر فماش ديكادر تو في السياس نحن نتصوره بشكل تيطولار سناب اليوم نورمال مورن ترون نعم هذا يمكن اليوم فمتعنا نتصور مني مومز و ثلاثة منهم و ما نشحب فيه منتعشة خزينة النادي كما قدت بثلاثة مليارات في عزم غومة وعزم غومة اللي كان ممكن الضلورة المادية أنا يأسفني أنه اليوم معتها فم مستشهر زيدا فم ممكن خروجي نادي فاركو معتها للأسف اليوم نادي سفاقسي مضطر أنه يبيع بشي يعيش كما حكى وساما فم دم جديد فم نقطين مهمات اللي هو عودة جاسم الحمدوني ومحمد دمين الحمروني شخصيا أنا تبعتهم في رجيش وكان في سياسة كان على القاب قوسين من الخروج الحمروني حمد دمين الحمروني ما نعرفه كان عنده مشكل شخصي مع معزم السيري يبدو أنه تم تسويته مع تهاريار جوش حلو برشل وليد ورغم أنه عمل مارتين ليقامو لكن عنده عزيمة كبيرة في بنجردان صار وجاء هنيد وجاء عمامو وجاء برشة ملعبية اليوم شوات فرصة جديدة بش عاودي لانس يروحه مع عودة دحمان للبنك ثم شهدي الهمامي آآ يبقى أنه فم ملعب العراقي يقولوا أنه تكنيسيا ملعب صناعي النقطة هذي على ملعب العراقي انت دي ملعب عراقي ما ترهيش مجازفة أنا وعنبي من دار السيساس خاصة أنه أنه الفارتها مع آآ أيمن حسين في مرحلة سابق مع عامين التالي لم تكن ناجحة ملعب عراقي ربما ظروفها التي تأقلم في تونس بعض شوية علينا معناها تاريخيا ظهر لي فهم عبد الحميد جاء النادي الأفريقي وملعب بها ذي مع ذلك تقريبا عبد الحميد كأخرى تضرب تضرب وذول التشخيص كان غالط انت على البلاسيور اللي خليته ما عودش لعب أما كان وقت داخل بالباية في الجو بتاع النادي الأفريقي هو الكوارج العراقي فنان بطبع هي لكن إذا أقلم أكثر مع الجو الدوريات الخالجية أكثر لكن تصورنا فيها فيها حتى انفيسي سمو ممكن حدر الخدام ممكن عام ونص نعرف ندي اسفاقتي مبي خوسيني تكتك في اللغة هذية يعرف بيع الملعبية وقت اللي كانت فلوس فلوس مع تباع أبو كوب خمسة مليارات لصد قطري نجم يكون نظرة مستشرافية مستشرافية في انتظار أنه حسن التوظيف زاد المدرب فيه برشا ما أخذ عليه كانت تجربة نادرة تقريباً في جي اس كا في الزير حتى نوعية الجيرائية التي تقاضى فيها 9000 أو 10000 فرو تثبت لأنه ليس كاليبر كبير برد ومن أين كنت؟ هذا التفاصيل المالي كما محمد اسلامة وبرشا وكلا تعطي المعلومات ليس محمد هذا ليس شراجة لحطيه راس راس تقرب لشهريتك ذو 9000 فرو تقرب لقيمة جيرائتك شهرية وإلا نسكنك بين يافام ونسكن نشرها لك شكراً نعرفك كريم جداً انت دابعت الترجي خالد امانويل ايوالا شفناه في المباراة الفارتا راشد العرفاوي كيف كيف انت دار رؤية كونتيب وكوفي ناخذ رايك في الملعبات خاصة ليشوفناهم ايوالا وراشد العرفاوي بو العرفاوي المات شولاني متاعه الحقيقة أوره وجه جيد وجه طيب يعني كان إيقالة الويمام اللي راشد اللي نعرفوه في مستقبل سليمان ما حسينيش دي فايون لعب بكل ثيقة في النفس ممكن هو النقطة المذيئة في ماتش الترجي الفارض للاتحاد ايوالا حاسب رايي وحاسب ما سماعت وحاسب مريد شوية ما هوش البوست متاعه كام انا تاكاندو پنت ينجب يكون على الكولوار وإلا تحت المهاجب للحقيقة أوره يعني دي كاليتي اللي هي السرعة لاعب سريع لاعب زيد عنده لوداس في الان كونتراه يحاول باش يدريبل ويعني يصنع الفارق فردين لكن زيدا من ناحية أخرى دوتروارو بريست حاط في سيتيواتي متاع الباس لاخر ومنجحش فيها دونك من الهناه نجموا نزيدوا نستناو الماتشوات الجايين شنو نجم يعمل اللي ملاعب هذي لكن وقت تقول انترنسيونال نيجيريان ويلعب الوحيد في البطولة متاع نيجيريا ويمشي الليكيب ناسيونال مع اللي ستار هذيك من الكل تفهم اللي ملاعب عنده مستوى الباقية الحقيقة ما رينا هومش هما دي جون جوار نجموا راو اللي عب منهم اليوم يذول اللي بواي نجم يكون موجود دونك فو تياتر في المستقبل زيد نتعرفوا عال الملاعب بي اللي تدبهم للتراجي كوناتي ذول اللي جوار اللي كنفيرمي اللي جاي بشيعة الاضافة بقى الاضافة الهناه مربوطة ببرشة عوام الانتغرسيون طاعه في الفريق كنو الظروف العامة خطرين اقبل اللي عب كي ما توقيين موسم الفارد قلنا اللي هو جوار كونفيرمي مع هدا ما ما معطاش الاضافة دونك الفرق الكبير دي ما يوقعد هدا المشكل الكبير نجم يجيب ملاعب باسم كبير لكن الانتغرسيون طاعه ما تصير شو هكا ما استافعش منه الفريق ممكن نتصور اللي يتراجي خذي العبرة من اللي كان يتعديه وعليم مضم دي جوار بروفيسونيال حقيقة وعن برنسيب يعرف مهل هو ما عليه ومطالب انه يقدم الاضافة باقي ما اخوط لك اللاعبين اخرين اونا تندون يتم التشريك متاحا بشجمونا نحطمو عليهم حسب اخر التسريبات بعد قدوم كونتين من فريق دي جون الفرنسي لتراجري تونسي فانو الجيرالي بشت قضاء ضخمة وضخمة جدا تارق تقريبا ستمائة وخمسين الفورو في العام خمسة وستين الفورو رقم كبير رقم ضخم على البطولة التونسية تارق باتباع وقرينا نحن اللي مرغم انه رفض العرض حتى بنعرف التارجي وصلت معها لسبعين الفورو يعني في المقترح اللي هو كان رافض اصلا يلعب البطولة التونسية اما معاتها ممكن نعرفوا نحن الانتقادات كانت كبيرة لهاية التارجي على نوعية انتدابيات الموسم من الفارض ممكن هذي استفز الهاية لانه بشتعمل ضخم مادي لكن تحط زادة خمسة وستين الفورو في فستير مع ملاعبي اخذ سبعمائة دينار ولا مليون مو هذي زادة ما نتصورش كان فاما في التارجي الرقم هذا متاع سبعمائة وماليون نذكر احنا جدالة متاع محمد علي برمضان عاليش خرجنا احنا محاولة تهريب متاعه وغايلين الشعليل 2016 كان وقت يتقلق ياخذ في سبعمائة دينار هذي موجودة في فرق الكبيرة الكل معناتهم لعبي يطلع والكونترا برو كانوا ساما والكونترا برو يظهر لي وقته ياخذ في سبعتاش ماليون ساما باعت السعادة خلقة نجمنا باعت السعادة خلقة نجمنا باعت السعادة كيف خالد انتي اول رقم اخذيته؟ تصدق ولا مصدقش؟ نصدق 350 دينار 350 دينار هذي فنينة اللي فريقي عام هذي عادة هذي عام 1999 عام 1999 وانتي اول بيجة اخذيتها خدر كصحف لانا سبعين دينار مع انتها لا مش كيف كيف انا بيك منشفر تكاليب اللي انا نخلص بالدولار ولا بالعملة السعبة انتي ليه انتي منشفر تكاليب ماذا شو شو اليوم كوناتي كما احكيها خالدة الله واعلم انت ان شاء الله انشاء الله يكون اضافة للتراج رياضي لكن انت اقل ممتعة وتحط خمسة ستين الفروق واليوم انه الاخنيسة تدفى ممشكلة بتاع مسحقات المدخلدة هل انه باشي بعدش نحكيو فيه الموضوع ليه بك في التفاصيل مبلغ مرتفعة شوية صحيح ممكن هذا مبلغ مرتفعة بارشا خستان شوفت انا قريت انا قريت شنو يقولوا معناها مشاجعي فاريق ديجان على خروج كونتي معنا بلغة اخرى يقولوا ارتحنا منه اللعب هذا ما قدم شيء الفاريق ديجان اه رقم كبير ستمية خمسين الفروق في العام تونس يبقى انا جوار حسيتوا تظلم اعلاميا وحكينا على الكونكيرون تاعه وهو محمد امي بن حميدة عجبني انا بصراحة في الموجود مقارنتين بالياس الشتي تاع بالياس الشتي وما يتقاذاه بالياس ومقبل الفرس ليخذيهم شو بربي النقطة في الحكاية هذه اي جوار اي جون جوار مش في خو كيمارا ولا جوار كنفيرمي ولي عن دربة خمسة سنين شو تلعب كونترا بشوية الويدو بروفي اللي كاليتين متاع وقال لعب لاستكتا ونبعد توليكي غيلين وبين رمضان وهو 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 يعني هكيك للعالم للعالم التعب البروفيسناليس در ما فهم حتى احد هذيك الدنيا في اللي دومين كل ما يعني انش كيف تكوره اي جوار جونيور الاسبور كونترا لاني متاع بشو كون عادي مبعد وبالعكس الاذيك نجم يكونوا موتيفاسيون باش يخدموا يحسن من روحه ومبعد يولي اللي السلاير متاعه وكبير في العالم الكل روح حتى في في اوروبا في بارتو بطبيع اه بو اش بد على حاتم بن عارفة وقال التراجعي تونسي اعرض بسبعين الف اولوك انتي في اللي كيب قريت هذي بو اشو صبحت تونسي صارت اه معنى كانت هناك عديد التسريبات وعديد الانو سخوا اللي فيرسيون على مفاوذات التراجع مع حاتم بن عارفة لكن انا نتفكر ديكلاراسيون تاع خالد مولي عمنا وكيش بدنا موضوع حاتم بن عارفة قال خالد حاتم بن عارفة ما يلعبش في ما لعب تونس معنا وي مش تلعبو ومن مصدر مقرز منه اي صحيح صحيح باب مجوار رو نحكيو لحاتم بن عارفة ما هو شنا بورتكي رو نحكيو على مليعبي متاع بير ياسر رو ما صحيح في فرنسا متاعفالتا وكاني نجم يكون روما الكبار متاع العالم فمجو سئيات اللي صبات هوا مخو كيفاش لكن رو نحكيو على مليعبي كبير ياسر مش اللي جي ناجم يلعب اللي جامعه في نيوكاسل وفي بار جامعات كبار دونك بيش الحقيقة حتى ترانة سيزان بش يجي يلعب الملاعب متاع تونس في التقس متاع تونس يقلق مبعا انتي لو فاتله بش يجي بش تبدو تستنى منه كل شي فهمتا وقت لي فهمه دورو في النجم خليش ينجح فهمتا دونك انا حاسب رأيي للقودوم متاعه بش يكون مربوط بوضعيات معاينة متاع مباريات الكبار متاع في تونس ومباريات التشامبيونز ليك وكان ما عمل لك شاي فيهم وارد لما عمل لك شاي بش تقول باستيسمان غال دونك عليش انتي البروبابا البروباقاندا هيدي الكل وقت اللي فهمه دي شوزكي كلاش في الانتداب متاع ورغم بالقيمة كما قلنا رغم حد شي منقض بالعكس نحكي ولا مليعبي دو جرون كاليبر به في انتظار تشكيلة الزوس في عراق محمد دادي بخوش سيكون حاضرا في ملع حمادي العقربي في رادس في انتظار انه نعرفه الحداش اللي بشي مثلو الترجي وانادي الاسفيخ في مباراة اليوم نحكي ولا اشكال النقل للتلفزي السوبر لن يكون منقولا على القناة الوطنية حسب اخر الاخبار سيكون منقولا حصريا على قناة الدوري والكيس السوبر مش موجود في العقد بين الجامعة والتلفزة وتاو ما تصحه العقود الجديدة بين الترفين ويبدو انه فهمه اشكال تارق في الايام القادمة بين الجامعة والتلفزة الوطنية اذا بش نحكيه بمنطق القانون والتعاقدات طبعا موضع المكتب الجامعي وفي موضع قوة هذا يمم لا شك فيه ونعرفه نحن ديما خطاب وديع الجري ينتصر للقانون وما شابه ذلك نبقاه نحن توقف نحقه زادة نورة ويحفظ حقوق الجامعيات وحقوق البطولة زادة موجود من المينيم للسينيور للكاتيجوري الكل هل انه مثلا الانسان المراقب ولا مسعرش منسق للقاءات ولا ما شابه ذلك يعني فهمه جانب من الجنجيلة بلغتنا نحن موجود في جامعة تونسية كورت قدم جامعة تونسية كانت جدا بيدها عبرت عن استياحة حسب مبلغنا لانه تلفزا ما حطلت شلاثين هات الدولار في ماتش زنبيا بش نشريه وعدته قانات ميتين وثمانتاشة الليبيا لكن انت كما رعيت كان فهمه استياء من الجماهير الكل راو على حكاية نقل مباريات المتخب الواتنين تونس في تصفيات كاس للعالم نحن القناع لانه انه الفيدراسيون ما هي جامعية خيرية اوكي هذية في جانب الماء لكن اليوم الجامعة كتحب تمركيبونت بلغتنا نحن تحب تعمل لقطة سياسية او تحب تنقذ ملاعب يقديم من الخصاصة حتى لدرجة انه يخرج معتها في دي بلاتو كانت ترى الجامعة متردد شو تعملها اليوم معتها من غير المعقول في ظرف كما هذية نعرف ونحن ندافع على التلفزا لكن نحن في ظرف ستناية في البلاد بعد 25 جويلة حتى توقيع البراسيم حتى الى ما غير ذلك معتها حتى في سيولة العادية فما برشة تعطيل اداري في الجمهورية ما نعرشنا شنو اللي بشي ضرر الجامعة تسير كورت قادم يعني بمنطق ليبتزاز نذكر نحن حتى سرتم ومون دخل يوسف الشاهد باش عمل الكونفونسيون تاع 2016-2019 وقت كانت فما شاركة سياسية ما بين الجامعة تنسية كورت قادم وتحية تونس اليوم انت ارى مش نحكيه علماتش تسفاق سولة تعرجي اي جامعية كانت اليوم مهز لانه من حق قناة الكاس اللي هي دفع فلوسها بيتبيع باش اذا قانون العرض وطلب لكن ما يشيك البطولة اللي يعني نحن اليوم حاصرين اليوم سمحني كانش نترجو فيه في اليوتيوب معتها مش فعل يعني بالمنطقة الشعبي للكورة نتصور ان الفيدراسيون كانت نجم تعمل استثناء جميل وتراعي الظرف هذي كما رأعت حتى يذكرني في جانب الماس يراع مع الشاب اليوم تخلص الفلوس متاعك نعاقبك مقابل استثناء على فرق اخرى ما حبيش انه يصير كونفلي من اول نهار وهذا مؤكد انه باش نعكس على نوعية العلاقة حتى الخط التحريري ما بين القناة الوطنية وجامعة تونسية كورت قادم باها نسلك سؤالين البطولة الوطنية مع الكيس مع السوبر الباكتج هذا كل باكتج هذا قداش تقايدوا قداش تقايموا انتي فلوس حسب رايك حسب خبرتك وحسب تسعة مليارات تسعة مليارات تسعة مليارات برشة اللي تطح بها المريفات وبعد ذالي تطلع على الربعتاش مليار ما نعرشنا الفرق خطر كل يتوصلهم في خمسة الليه الفرق من ايش مش تعيش هي الفرق تعرفش مليون حاجة رمزية ياخدوا فلوس ياخد انت اليوم شنو بشوفها اليوم اذا انت شنو بش يتصير كي اذا تعدي الماتش وبعد دخلها انت في الكوفونسيون جديدة يعني انا ريتو فيه نوع من المساومة اكثر منه حاجة اخرى ما هو الماتش بش يتبث في قناة الكاس اوكي لك بش يعمل برشة صدامة انا اكد لك وهذا يدخل حتى في سياسة العالمية والاتصالية الفدراسيون به هكا كونو سكرنا موضوع السوبر والنقل التلفزي فاصل صغير بعد شوية نحكيه على انتخابات النجمة الرياضي الساحلي والمرشحين رئيس تليتوار ماذي تلاثة وتسعة وربعين دقيقة على فهم هذي سبور ماكس نحكيه على انتخابات النجمة الرياضي الساحلي وبروز اسم مهر القروي في الايام القليلة الماضية مهر القروي من المرحوم حامد القروي من رجالات النجمة الساحلي مهر القروي ليقدم مشروع الوجهة عشرين خمسة وعشرين اللي يرتكز على ثورة ادارية وتنظيمية على مستوى الهيكلة تارق رأيك في بروز اسم مهر القروي في الفترة الاخيرة اسم شرع يوم عنده الحق انه بش يطمح ولد المرحوم سيح عبد القروي رجل سياسي ورياضة كبير برشم رؤسات تاريخية للنجمة الساحلي وثم ماهر بيدو كان ناب رئيس مع حامد كامون وقت كان بداية دخول زيادة جزيرة وحسين جنيح المسولية كان هو ناب رئيس يعني عنده الخبرة ويعرف كيف تسير الأمور وانبو كوميليكاتير معنا الحقيقة نعرفه شخصيا يبقى فاجأني اليوم في الخرشة والاخرانية في جوار افام كان ثم نوع من عامل اوبردوز كان نوعا ما في التصريحات متاعه وكسح الريتم شوية مع لغتنا نعرفه إنسان هذا في العادة ممكن طبيعة الظرف كيفاش كسح الريتم مثلا متر وثلاثة وتسعين ومئات كيلو من جمشيكون ماريونيت مثلا في برشة انواع اي مكلامه هذائية ولد حمد قروي من جمشيكون خمس اللي اسمعناها مع زميلنا جوهر الجمال القاسمي في جوهره انفاجأني شوية معتها ثم نوع خطاب تسعيدي فهمتني اي سرتوه إنه من النجمشيكون أنا مدفوع إلى ما غير ذلك معتها حتى حد ما يشكك في انتماء ماهر وكان لعب كرة سلة وكان لعب كرة قدم في النجم الساحلي وانسان ننظيفه بلغتنا بصراحة نسان نتعمل عليه كيف حتى في الحديث متاعه ولا أهم أنه ننبست ماريوني النجم الساحلي ايه بتباع عنده حق المشروع أنه يتكلم لكن اليوم النجم الساحلي يسحق لفلوس أنا اللي اللي سمعته في التصريحات المعنة المتداولة أهم شيء أنه اليوم إذا نقارنه بوضعية نديل أفريقي تقريبا نسبة الديون متشابهة كانت مع سليم الرياح إذا قلنا وقتها خاله 96 اليوم 79 مليار في الإتوار الهيئة يوسف العلمي نجح حتى أولا في رفع عقوبة المنعة من الانتذاب حدث من حجم الديون حققت البقاء أهم شيء رياضي وفي نال كوب يعني وحاليا فهموا مشروعات باية برشا في كلوب أفريكا اليوم أنت شنو محذر مهر قروي ولا زوبير باية ولا حامد كامور رغم أنه مجرد ممكن ترشيح صوتي الأكثر أو الأقل من منه ترشيح فعلي شنو محذر الموسم هذي لأنه تم مشاكل مادية الأهم شيء الوجهة 2025 ده مشروع مهر قروي برشا المشروع نعطيك شوية أهم المحاور الأساسية للمشروع تكوين لجنة خاصة بكبار الداعمين للنادي هذا المحور لو العمل على توفير مستشهرين كبار ومزودين رسميين للنادي تكثيف عدد البوتيكات المعتمدة والترفيع في العائدات التجارية إنشاء قاعدة خاصة بـ لأساس ستور على الانترنت وتوفير خدمة الاقتناء والتوصيل عن بعض على سعيد المحلي والدولي نعرف أنه برشا من مواتينا بالخارج يحبون نجم الرياضي سعي مستع هذا الوجه هانيس خاصة معروفة هذه برشا المحبين نجم الجنوب الفرنسي صحيح فيها برشا يحبوا الاتوال تحسين البنية التحتية للنادي قاعدة تقويت عضلات معدات حديث العداد البدني إزالة الرياضيك هذا كله تخطيط ملاعب تدريب شوبين رياضات القاعات اللي هي تعاني رياضات القاعات في نجمة الساحية الهند والبسكيت حتى الفولي كيف كيف تعزيز هيكلة تكوين الشوبين في جميع الفروع وترسيخ مبدأ التعويل على مواهب النادي إعادة هيكلة على المستوى الإداري تنظيم الإداري ورقمنة معاملات النادي إطلاق منظومة الانخراطات والتصويت عبر الانترنت إن هي حاجة معناش منها في تونس حاجة مطلوبة من ذبير راهنة في الأندية والفرق التونسية إنشاء هيئة رقابة التصرف والتدقيق الداخلي تصرف مالي متوازن ونشر الوضعي المالي للنادي المختومة في ثلاثين جوان من كل عام تكثيف عدد خلايا لحبايا في الساحل وكامل الحال الجمهورية والعالم تواصل فعال من خلال الصفحة الرسمية على فيسبوك والموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية مع العمل على إنشاء قناة خاصة تيفي لذلك هذوم المحاور الثاني مشروع الوجهة 2025 على الورق حلو ويسر الكلم حلو ويسر المشروع لكن بين الورق والواقع بين مشروع مكتوب والواقع خاصة أن الأنية العاجلة أميل لأنه اليوم النجم الساحلي يسحقي لأموال هذا هو المطلوب برانتها اليوم خاطر شخصينا أنا نشوف صحيح أنه الباسكيت ضد طاحت وجمعية مش مكانها القسم الثاني حتى كورت ليد معاناة حتى الفولية كيف كيف أما نحكي كل القدم حسب المؤشرات نشوفها حاليا نادي الفريق والنجم الساحلي هم اللقرب تقريبا كارسيد بشري هم مش كون الأفضل في العام هذي لكن انتي شنو فرط ماديا بحسب اللي تعرف انتي على مهر القروي هل يحظى بدعم رجالات النادي عنده الدعم هذي بتاع كبارات الاتوال بتاع الناس اللي عنده الفلوس باش تدخل الفلوس في خزين النجم لحقيقة كل ساعة وعلم هات نجم تكون فما أحلاف جديدة مع انت في الساعات القليلة قادمة شوف النجم شوفه بروجي زوبير ولا ممكن حتى رضا شرف الدين يواسل خاطر مقريب من كواليس النجم الساحلي يقول لك مستحيل انه إنسان بالضخل المادي هذيه ونعرف ونحن جدلية العلاقة بيعادت فتح الملعب جديد وتدشينه بالمئوية شو معناه تقول انت انه رضا شرف الدين يحت بيكون حاضر في افتتاح الملعب الجديد حتى كما كانش رئيس هكا دي جاي يلمحوا لانه بشكون هو رئيس لجنة شرفية متاع الاحتفال بالمئوية ويعادت افتتاح استاد فهما رمزية في الحاجة هذيه هو راو من حقه يعني خدم عليه خدم خدمه وراء تحبه لا تكره بكل الهناتي والاخطاء اما تسع سنين راو ضخ برشة فلوس ثم برشة تيتروات وبرشة ملعبية جاءوا ليتوالوا وخرجوا يبقى انه الحاجة اللي تميز ماهر القروي حسب ما عرفتي فيه انه رجل تواصل بامتياز حلاقاته طيبة مع كل مكونات النجم الساحلي هذا يحسب له قد يحلوا برشة ثنية لاعب سابق للنجم والمنتخب واحد من افضل مانجموط الكورة تونسية زباير بايا وساما ايضا عبر على استعداده للتقدم لريئاسة النجم المفروض في الساعات ذو ما ياخذ قراره زباير بخصوص التقدم والترشح لرئاسة النجم الساحلي رايك وساما في تقدم زباير بايا لرئاسة النجم الساحلي لاعب قديم لاعب سابق محبوب بالتوفيق لي هنا زباير نعرفه شخصيا لعبت معه في المنتخب انسان يعني عنده عين كبيرة في الكورة وليز اكزامبل موجودين زادا في المانيا في مصر او هنا محمود الخطيب في الاهلي المصر رغم اللي توا الاهلي سيبا سيبا اليتوال سيبا تارج الاهلي منظومة اخرى الاهلي في بالي اخر بعيد علينا الكل منظومة اخرى لكن لكن انا نتصور اللي يعني توا حسب ما شفته سمعت شوية من برنامج متاعنا سي القروي يظهر لي زباير اكثر واحد ينجم يلم كبارات النادي في الاتوال نتصور هكا يعني العائلات الكبيرة اللي في الاتوال نتصور زباير اكثر واحد ينجم يلم الناس ذوما واكثر واحد ينجم امام حتى الاسبونسور وعلاقاته في الخليج وكذا ينجم يكونوا يعاونوه برشا وحاجة حاجة جديدة حاجة حاجة بايا ومنساويش يعني زباير ايلي عنكوخ جان يعني يظل بعد يوسف هو يظل ثاني اصغر رئيس كان شد فمتا ولذلك با ان شاء الله بالتوفيق لي كان شد لكن ما نساويش اللي مهمة صعيبة برشا اللي اسمعنا ديون كما الجماعيات كل كما قلتو يعني نتصور يزل ميركز امولو اكثر ويخمم اكثر بس خاطر راه وشوف ما نساويش راهو الجمهور في تونس هوكي عن جران جوار ولي تحب انت ونس تحبك لكني سوفيه هبط شمرت على ركايبك وهبط كما قولو فالتيران راهو محاسبه صحي بعد ما عاشي ما عاشي بش تغذر لك كانسين جوار بش تغذر لك رئيس ما جبت شفلوش ما عملت ستديرك ريتمان ما هزيش تيتروات كذا انا نقول كان عندو بريمان ناس اللي محيطة بيه وكذا زوباير يستهل بش يكون رئيس خالد الفكرة هي حلوة معنا لاعب سابق كما في المانيا شوفوا باير منشن وليونيث رومينيغا محمود الخاتيف الاهلي المسر بوكين باور لاعب سابق يشد رئيس فريق عريق في تونس رايك في تقدم زوباير باير مازال مش اوفيسيال لكن ربع في الساعات القادمة مش حسن القارار رايك في الفيان بو انتي اللي سامي اللي ذكرتهم ممكن اللي جماحهم اللي هما دي زانسين جوار لكن الرئاسة متاحهم للنادي مهاش مربوطة ممكانياتهم هما المادية لانو النادي دجا مؤسع لروحه عند الاسبونسور متاحه وقاعدة تمشي هما يسيروك واسيرو مش وحدهم زادا فاما كوميتي كاملة تسير بالمنطلق هذا حسب رايز زوباير وانا كنت احكيت معا في الموضوع دو ما اسمعت الحكاية متاع التراشع متاعه دونك هو ابريتو زوباير يقول اللي ساعة اللي يعرف المتطلب بيت متاع الكورة العصرية اللي هي مادية باش تعمل اكيب بروفيسيونال وتكون في مستوى عالي لازمك الامور اللي المادية اقبل كل شي تكون متوفرة ومبعد تبدأ انتي في الجستيان وفكرتك انتي كانسين جوار وإلا كجيسيونير في الدومان دونك من هنا وسمعتم مرة اخرى يحكي البارح اللي فما جزئيات مهم من ياسر هو توفر ساعة للسيول اللي باش يبدا بيه ولا باش يبدا معه باش يكون شاركة ما بناتهم آآ الثاني حاجة واللي اللي يعجبني في كلامه اللي وقال مشروع الطموح ورياليزابل من هني كلمة رياليزابل فاهم علشنو قادم دونك مهم ياسر انو سورتو في تسيير فرع كورت القدم ان يكون عندك انسان فاهم مش معناها فاهم مش معناها ريكلة ما فاهم خاطر تشوف انت المشاكل متاع النوادي الكبيرة وعليش صارت الفييت وعليش صارت المشاكل من الاول حاجة اللي انت دابت الغالطة بارش انت دابت بارشة فلوس يكلفوا نوادي عقوبات وتط ضخمة ولهنى يكيبدا عندك اسم كما زوبير فما علاقل باش باش تأمن المينمام في الموضوع داي اكيد زيدا قال اللي لازموا دعم متاع رجالات النادي والناس اللي المحيطة ذوق زوبير لحقيقة هنا مشروع متاع رئيس اه نادي اه في النجم الرادي سيحلي لنجم يطلع بالياب النادي وتوفيق لي لو الا للناس الاخرين اللي احنا نعمل في بروباجندا لزوبير قدم الفكرة الحقيقة بايا ونجم ما شو